اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال سعادة وزير الخارجية انه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والظروف الدولية الاخرى الا ان التحالف الدولي ضد داعش اوضح مدى تطور قدراته للتكيف بنجاح لمواجهة التحديات الطارئة واضف سعادته بانه من المطمئن رؤية كيف تمت الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها لتخدم الملف في سياق الافريقي وهذا يؤكد مدى اهمية تضافر الجهود والعمل المشترك بين الدول الاعضاء في التحالف من خلال اشراك المجتمعات المحلية لفهم الفروق الثقافية الدقيقة وقال سعادته ان تنظيم داعش في الوقت ذاته مستمر في محاولاته للتكيف مع الواقع الاقليمي الجديد من خلال السيطرة على اراضي جديدة وخلق تحالفات مع الجماعات الارهابية الاخرى المماثلة في الفكر واكد سعادة وزير الخارجية على اهمية التباحث بين الدول الاعضاء بهدف توسيع ولاية التحالف لتشمل المجموعات الارهابية الاخرى التي يمكن ان توفر لعناصر داعش الدعم خلال سعيها المستمر للتعافي من النكسات والخسائر وقال سعادة وزير الخارجية ان مملكة البحرين تدرك بشكل مباشر مدى خطورة الارهاب على السلم الوطني والدولي الامر الذي يقتضي تبني نهج شامل للتعامل مع الجماعات الارهابية وشبكات الدعم والتمويل والدعاية والاديولوجيا مجددا سعادته التزام مملكة البحرين في مكافحة الارهاب بشتى انواعه ودعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال من خلال التحالف الدولي ضد داعش ترجمة نانسي قنقر